انسي تاني من بره تشتريه تجيبي الطبق بالشئ الفلاني وانا موجودة لا طبعا تقل اقولك بقى هنحضره ازاي جيبي حل بقى كده هتكون متوسطة وحط فيها اربع كبايات من الميا ميا ملحنفية عادية خالص بعد كده بقى يسيت الكل هاتي كباية من الرز وخسليها كويس جدا اكتر من مرة وصفيها واسيبيها كده بقى لما تنشف وبعد كده ضفيها على الرز وقلي بيهم ورفعهم على النار بس النار تكون هادية لمدة ربع ساعة ومن الوقت للتاني كده تقل بيه بعد كده جيبي حلة تانية وحط فيها بقى حوالي لتر وربع من الحليب يعني حوالي كده خمس كبايات وحطي كمان كبايات سكر واحدة وطبعا كمية السكر اختياري قل بيها كويس جدا وعلى نار هادية بقى سيبيه لحد ما اللبن يغلي ومن الوقت للتاني برضو قل بيه بعد كده بقى هنجيب بولا ونحط فيها بقى ايه اربع معالق كبار من النشا اربع معالق هراميين ونحط كمان حليب بودر بيدي طعم طحفة بس المهم تستخدمي نوع حلو هتحطي منه تلات معالق كبار ونحط بقى زرف من الكريم شانتيه يعني حوالي تلات معالق كبار طبعا هراميين ولو لسه مكملة معايا الفيديو ما تنسيش دعمونا بقلب ورفعوا الفيديو اكسبلور وصلوا عنابي في الكومنتات وقولولي من اي مكان بتتبعوني قل بيهم بقى كويس جدا الخليط ده المهم انك تقلبيه مع البارد طبعا ضفنا كمان كباية حليب وهقلب كده لحد ما الخليط معايا يكون كريمي الرز بتاعي استوى وبقى جاهز شايفين ده بيكون قوامه على طول دلوقتي بقى هاخفقه بالهند بلندر او حطه جوه الخلاط زي ما انا عايزة المهم ان احنا هنخلطه كده بصي نص خلطة كده يعني مش هنتحنه خالص يبقى عامل زي الكريمة كده لأ نص دربة كده وهضيفه على طول بقى على الحليب اللي طبعا غالة كويس جدا وبعد كده هحط بقى زرفين من الفانيليا ودي بتكون اخر حاجة وهقلب تقلبتين كمان اضيف بقى الخليط الحلو اللي احنا حطناه بتاعي النشا من شوية شايفة قوامه كريمي ازاي اول ما بنزل بالخليط ده بفضل اقلب بسرعة جدا علشان النشا بتاعي ما يتكتلش كده ويكون القوام معانا طحفة كده زي ما انت شايفة جبت الاطباق بتاعتي بقى وابتديت ان انا عبيها وطبعا نسيت اقولك على تكاية مهمة اول ما بتقلبي الرز بلبن بتسيبيه في الحلة كده لمدة 5 دقايق علشان يتقل كده وبعدين عبيه واول ما يهدى شوية بقى اللي انا هاخد منهم جزء كده دخلوا التلاجة والجزء الثاني هدخلوا الفرن علشان هعمل رز بلبن في الفرن بتشغلله الشوائل حوالي 5 دقايق كده او 10 دقايق عل حسب قوة الشوايا بتاعتك وبعدين تسيبيه برد خالص وبعدين تطلعيه من الفرن وتحطيه بقى في التلاجة وتاكلي احلى رز بلبن شايفين الجمال بجد روا كريمي جدا زي اللي انت بتشتريه بالزبط ويمكن اجمل كمال لو عجبتك الطريقة بقى ما تنسيش تكتبيلي رأيك في الكومنتات مستنية تعليقك وبتساعدني جدا شايفين القوام كريمي ازاي بألفة هنا والشفة بس كده باي باي